أحيكم الله من جديد بإهداف إنسانية سامية تساند دولة الكويت بعثات منظمة الأمم المتحدة العاملة فيها في التصدي للمخاطر التي تهدد الإنسانية داخليا وخارجيا ولسيما مساندة المنكوبين بفعل الأزمات السياسية والحروب في مختلف بلدان العالم ماديا ومعنويا وفي كل مرة تقدم فيها دولة الكويت المساعدات تؤكد بجدارة أنها مركز للعمل الإنساني ومنها أيضا تنطلق الأعمال الإنسانية لم يعد العمل الإنساني مجرد شعار تدد وله الألسن بل أضحى جسرا من التعاون الوثيق بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بهدف واحد هو دعم القضايا الإنسانية ونصرة الضعيف والتخفيف من معاناة الشعوب إن داخل الكويت أو خارجها من أجل الارتقاء بمستوى العمل الإنساني إلى أقصى الحدود لدينا في المنظمة الدولة هجرة خبرة إنسانية رائعة بشراكة كويتية بامتياز منذ عشر سنوات قامت دولة الكويت بتمويل مشروع برنامج الإخلاء الطبي في الداخل العراقي تحديدا في بغداد والبصرة للجرح العراقيين منذ الحرب 2003 الجرح العراقيين لم يكن لديهم استطاعة للعلاج في الداخل العراقي بالتمويل الكويتي استطاعت المنظمة الدولية من إخراج 320 حالة إلى الخارج كانت حالات شديدة التعقيد شديدة الخطورة استطعنا بجهود مشتركة مع وحدة مكافحة الإجاب البشر ومركز الإيواء والمنظمة الدولة هجرة من الإعادة الطوعية لـ 30 حالة من نزيلات مركز الإيواء وإعادة إدماجهم في مجتمعهم هذا المشروع يعتبر رائد على مستوى المنطقة العربية مؤتمرات وحملات تبرعات انطلقت من الكويت إلى أسقاع العالم مجسدة معاني العمل الإنساني والأهداف النبيلة التي جبلت عليها الكويت وأهلها منذ القدم وها هي ثمارها تتجسد على الأرض في العديد من المشاريع التنموية والإغاثية في مبادرة كبيرة تقوم بها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالتعاون مع المنظمات الأخرى ومقرها بالأردن لحتى يقدروا يتابعوا عملية التمكين وللحقيقة الكويت كانت من المبادرين الأوائل لهذه المبادرة وعن نشوف نتائج على الأرض هالنتائج عم بتأثر إيجابيا على ألاف وألاف من اللاجئين وتحسنهم بقدر الإمكان ظروف معيشتهم وتأمين التعليم جنبا إلى جنب تغطو دولة الكويت خطوات جبارة مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة لديها لمساعدة المنكبين ونصرة المستضعفين وإيواء اللاجئين عبر خطط ومشاريع ترسم لهؤلاء غدا أفضل بإذن الله جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر